مرحبا مرحبا أهلا وسهلا ايش الحلاوة دي هايوني كل حلوة صدّلوا هاي الحكم جميعا هذا مرحبا مرحبا جاسمين نعم احبا جاسمين احترس مين ذكرني برشة في تونس ايش دلستقبال الحلو لاي سايدك قراءة مائدة مجدا طح مجدا ما غيرها يعني للمعرفة طبعا شف ماجدا اللي غادرتنا الأسبوع اللي فات امرأة عربية مغربية عاشت بإيطاليا فإحنا استوحينا للمطعم دا منها وحاولنا نأخذ الأطباق الإيطالية ونعملها بنكهة عربية ماذا ترسم اللوغو؟ جمانا ترسمتها بيدا بيدا والله فنانة وهي عملت طبعا هذا الشعر كأنه شعر ماجدا نشوف المينيو هار تفضلي هل تحبي مينيو عربي او انجليزي؟ انجليزي انجليزي هل ترى بوب انجليزي؟ اكيد انجليزي 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 اول طبق سنبدأ به يا هلا هذا طبق إضافي كلنا حطينا آراءنا فيه ولكن انظر ان ننفذه هو عبارة عن كرباطشو سالمون بالشامندر مع بطاطا وصلصة دبس رمان ثاني طبق جمرة هو القبوت أكل كويتية عبارة عن عجينة تنحشي بلحمة مصرومة فشف جمانة عملتها اليوم بصدور البط مع صلصة البرتقال والزعفران ثالث طبق حضروا شف فيصل اسمه بيلا عبارة عن رافيون اللي محشب طاجينة السمك مع تتبيلة الشرمولة الرابع طبق أنا عملته وسميناه فريكوتو فريكوتو بي نفس التكنيك تبع الريزوتو مع ماشروم بازيلا وكوثا طبق نكحة ماجدة عملوا شيف عفيفي عبارة عن عصيرة الذرة مع لحمة الأسبوكو بالهيل والبصل المكرمل وآخر طبق هو تشاو عملوا شيف عبدالعزيز عبارة عن ريكوتوني مع جبنة الماسكربوني وستروزي للقهوة العربية مع ترتار الفراولة بالريحان سننزل لكم هذه السيت مينيو كله ولكن المشروبات سيأتي الويترز يأخذ منكم الأردر شكرا 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 بالعافية شكرا أنا سأأخذ وردة الرمان هذا أول طبق على السيت مينيو تابعنا بالعافية كيف يستقبل الناس؟ استقبل شف سما في هوب كيف يكون شف هوب هناك بعض مجد أنا أشعر أنهم يحبوننا إنه لدينا إنه لدينا إنه لدينا وكمان فكرة زكية إنه شف مجدا عربية وعيش بالغرب يعني عم بجسد وموضوع التحدي من خلال شف مجدا بس أهم شيء يكونوا عرفوا يعرفوا الغرب صح يلا خلي نشوف شفنا جاة عينك فيها قلوب كبير 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 أكيد أنا لم أشبوش به لشوح تبدأ به العشان متاعو إنه مستمر وكيس نفسك سوف نطلع إلى هنا هل سوف نطلع؟ حسنته هو بكاتل فوقه حسنته؟ حسنته هذا الثاني طبق يسمه جمرة عملته شيف جماني بلا عافية شكرا البريزنتيشن حل بس طيس على عمل مهم فلسا اكيد هنشوف أعجب الحلو أنه استخدم بط بدل اللحمة وهناك نكهة لذيذة جوه البط يوجد أغلاط تقنية بالصحنة لكن إذا يشتغلون بها يمكنهم أن يخذوه في مترحتها هلأ بيلا؟ بيلا من تحتاج القائد الفريق الشفاص صراح جيد من هذا الطبق متحمس هذا أنا كضيف أعرف كهن لماذا يسمونها الأسامة؟ يعني خلقت عندي حشرية حتى خدمتهم كيف يزور الأطباق؟ توقيت لعب يشيلوا فيه سحون لأكلنا فيها ولا غلطة حيث الحالي بمطعم له ستة شهر فاته أشعر أكثر خبرة هنا هذا طب شيف أجري فاسل؟ أترجع للأطباق حسنا سمع يلا هذا ثالث طبض من تحضير شيف فاسل بالعافية شير مولا جيد أحب شرمولا وأنا أحب المشاهدة أشعر أن أشعر أن أحبها أيضا لا أعبار بشير مولا هذا مرحباً ثم يأتي أتوقف شيئاً ثم يأتبقى ثم يأتبقى ثم يأتبقى لكني لا أعرف ذلك حسنت الرافيولي شوية سميكة بعد ذلك حسنت الخضار كممكان شارد أكتر لكن السوس طعمه جداً وافقكم لكم الشغل الوحيدة بالصحنة التي فيها طعمها هي السالسة وكمان الرافيولي كتير سميكة نحنا تدلعنا من شف مجدا فوحجتنا الباستات التي تسويها يعني أعلتت لنا مستوى صراحة أنا فريش باستا شف مجدا لفقد كانت ملكة الباستا شغل السبعة دقيقة ولكن أتأكد أنه كله محطوط مرة يحمس الفريكوتو أشعروا لذيذ حكوان لقد أصبحت ريزاطو مع الفريكوتو أيضاً إنه أحد من أجل السبعة الرابع طباد هو الفريكوتو مع المكثرات إن شاء الله يعجبكم شسمة نعم هيدا فريكي أو أمح؟ فريكا ولماذا لونها مش أخضر؟ لأن المرقة كانت غامجة لكن يجب أن يكون هناك أخضر حاضر عافظة يبدو أنه مكتب ويبدو أنه مكتب ولكنه يتباً على الفريكة لذلك يجب أن أعرف إنه مكتب فريكوتو والزوكيني والزوكيني مرّة خسارة عندما تساوي الفريكة بالخضار أطبخ الخضار داخلها لماذا؟ تركتهم وضعتهم الأغلاط اللي عملتهم هي أنه النوع الفريكة اللي نقته ليش ميح يجب أن يكونوا أصغر يجب أن يكونوا أصغر يكون هناك ترتيب ويجب أن يكون هناك أكثر ولكنني أعجبني طريق التقديم ونعم طبقة اللي جاء يسمونك هاتماجدة ولنتا يخنى اللحم بالبصر أنا أكثر من ميلانا لذلك هاتماجدة هاتماجدة هل تكونوا جاهزين؟ جاهزين هاتم هاتم طبقة من تحضير شفعة فيفي اللي هو هاتماجدة نعم من الحياة الفرس المقدمة هي جميلة ويجب أن أصغر أنت الكثير كم أكثر يمكن أن أرى فضل اللحمة بنينها البولنتا بنينها الخضرة بنينها السوس بنينها كل شي بنينها كما قالت الشيف سوزي هذا موش عربي حتى التكنيك موش عربية انا لا اتفاق انا اعتقد ان انا اتفاقك الى مباشرة انا لا اتفاقك من هناك انا ستأكل من هناك عندنا في مصر فيه لحمة بالبصل نفس التايست قوي اللحمة حلوة جدا الليلة فريق الشف فاصل هيودعون بطبق اسمه تشاو من بعد ما قالونا يا هلا باول طبع يلا يا عزيز عزيز الآن تكلم اللي معلمة يلا خلصت انا اخر طبق من تحضير شف عبد العزيز تحينة كدر اقول لكم تشاو تشاو بلا انا عاجبني البرزنتيشن الصراحة يعني هو خداع تحس ان انت هتأخذ حاجة حدقة مش حلوة وبعد كده تبتلي تركيز ان هو لا هيبقى حلو انا حاجة عاجبتني برشة انا يظهلي شف عبد العزيز بالتعريب الغربي لانه اذا مناخد كل مكون لحال كتير طيب الماسكاربوني بالزافران طيبة صلطة الفراز مع الحبق طيب والقهوة العربية يعمل منها كرامبل كمان كتير طيبة القهوة موجودة بس في نفس الوقتها مش طغية على الطبق حسيت بطعم الهيل فهذا شيء اللطيف يعمل من كده لحالة عربي كمان 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 طبيعي شوف عبد العزيز قدمها لأن داهم احس انه اليوم شوفها خلوانة اللي فيها جميل جميل جميل